دي الأهلي متمرس وإن شاء الله بإذن الله ندلل يعمل مبارك ويسا إنت وطير وإنت بتكلم ذاتي على التشكيل نمّة مميزين جداً في الضربات الركنية طيب تعالى جايب لك كمان الكوار الركنية تعالى نتكلم على الكوار الركنية سريعاً كده هم عندهم كذا نمط في الكوار الركنية ولكن المشكلة الكبيرة أطوال عندهم عالية جداً جداً وبيلعبوا دايماً نيجي نتفرج بالحالات بيلعبوا دايماً يا كريم الركنيات عن طريقين طريق الأولين هو بيلعب الكورة دايماً عند الجون الحتة اللي هو عارف أنت بيعمل زحمة عند الجون تيجي نتفرج هنا بص كريم بنزيمة واقف فين قبل ما الكورنر يتلعب نكمل الحالة بص بقى الأول مراجلة يجلعب بص كريم بنزيمة ومراح قطع على القريبة عشان خاطر يلعب الكورة بدماغه ولكن هي ألا شد وعاوز أوريك بص أحمد حجازي دايماً متواكد عشان السكن بول أحمد حجازي أول ما الكورة بتتلمس بيروح يخص على نقطة ضربة الجزاء دي برضو كورنر تاني نفس الكلام هيتلعب بص الضغط الكبير بتاع اللعيبة بص يا كريم هو هيلعب كورنردو مميز جداً في كور السابتة هيلعب الكورة بالزبط عند الجون فهنا هتبقى فيه مدايقة كبيرة جداً لمحمد الشناوي هتبقى مدايقة صعبة جداً ودايماً زي ما بقولك ولكن المشكلة الكبيرة اللي موجودة على النادي التحاد جدة السكن بولي اللي بتنزل مميزين جداً في التصويب التلاتة اللي بيقفوا برة كلهم مميزين كده بتزيد أدي أدي أول ما الكورة بتنزل عندك كنتي وعندك فيصل لغمدي وعندك رومارينيو بص بقى هنا غيروا الطريقة بتاعة ضربة الراكل الركنية هنا لعب الكورة قصيرة بص بقى يا كريم هنا العيش نرجع بس لحظة أما جي لعب الكورنر وسندها للراجل مفيش ولا واحد بتاع التحاد جدة موجود جمان تيت الجزاء ليه عشان هو مستني راجل يطلع لبرا على قصة 18 نكمل الكورة بعد كده هتلاقي كل لعيبة التحاد جدة جاية بسرعتها علشان تاخد الجنب وتاخد التيك اوف ويقدر ان هو عارف انت الكورة ما تتلاقي ويجي يلمس الكورة بتماغه فبص هتلاقي ايه كل لعيبة التحادة جدة متدخلة في النص بس بص بقى الكورة لما تترد هتنزل لمين نكمل الكورة أول ما الكورة تردت نزلت رومارينيو راجل مسبت الكورة وقام شاية واحدة كانت خطرة جدا 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 نشوف بقى الهدف اخر حالة معنا الهدف اللي جيه نادي التحاد السعودي هنا برضو دي كانت لقطة تانية هنا راجل رفع ايده اي حد بيرفع ايده واللي بحساء كريمي بقى تلعب على البعيدة يقى تلعب على اطول واحد كل واحد بقى لي طريق بص راجل بقى ما عمل ايه نكمل الكورة راجل ام لاحب الكورة لبرا خالص مع رومارينيو ام رومارينيو جاي ام رومارينيو جاي شوية الكورة وكانت كورة خطرة جدا جدا لنادي اتحاد السعودي نيجي بقى نتكلم على الهدف الهدف اقول اللي جيه بص يا كريم على فابينيو وبص على كانتي واقفين فين ودي اللي لازم لعيبة النادي الاهل ياخد بالله منهم السكند بول الكورة التانية اللي بتنزل لازم حد يشتتها نكمل الكورة بص كانتي اول ما الكورة بتتشتت من لعيبة اوكلاند بترجع تاني الكورناطو كورناطو هيعمل اوبر الكرة هتتشتت تاني نكمل أول بقى ما الكرة نزلت يا كريم الراجل كانت one touch مرة واحدة بص يا كريم الكرة نزلاله حدود منطقة ده جزاء بمنتهى السهولة حطوا وش رجلو بيحرز الهدف الأول الهدف التاني لنادي اتحاد الصعود